اي اخر موقف حصل لك وانت بتتبع في العين والله كان الاخر موقف دبحت فيه وسه كان من سنتين ما دبحتش معندها بعد ما دبحت للولد ابن بنتي اخد الخروف خباء وعندنا نضور دبحتنا الخروف بتاع الناس الجنبنا كانت موقف كنتش متخيله بسه كان متعلم بعلامة بعد ما جبناه اعتذلنا للناس وخدنا الخروف ده مكان الخروف ده حضرتك بلاها ناديا وخدسه كنا بنتبعه والعجل بعد ما ادبح رقابته قام جري تاني وجار الناس قدامنا فكل المستنى ياخد لحمة جري من ادبح الأضاحي واخر 13 عجل يجينا نقفل عليهم جري وكلهم مننا عدوا النيل النيحة التانية وبين نزلنا وراهم بالمراكب والناس بتعوم وكانت يعني شغالها كانت صعب جبنا من كل عجل من حتة شكل وفي الاخر طبعا يعني الحمد لله سيطرنا عليهم يعني في الاخر اقتر موقف حصل معايا وانا بأدبح انا عمتا احنا انا اللي باتبح للبيت عندنا فاليوم ده كنت مثلا في حدود 16 سنة فكان ساعتا كنا لسا صغارين فكان بيجيب هو بقى جزار ايه يدبح وكان هو بيقى في ساعده يعني فالجزار جيه ده بقى بسكينة تلمى احنا بنتبح جوا مغزن فالعجل بقى ايه وهم احنا قفلنا ع نفسينا المغزن فهو طبعا العجل قام طبعا ورقبته من هنا مقطوعة وقاين بقى ايه يتيح فينا كلنا بقى يعني فأماني الحمد لله ان ربنا سطرها ساعتها منها احنا رواحد ما كانش عارف اللي بيحصل يعني الحمد لله في الجزار خد الروباط بتاع المربوط بيه البقرة وعده من فوق الحديد اللي فيه العمود وخلى رقابته وزوره مرفوعين وخد الاكشن بتاع الدبح وساب الحبل على طول يعني ما وقعش العجل او ربطه زي ما احنا ما بنشوف ده اغرب طريقة الدبح قبل كده واحد برضو رابط العجل قدام الشباك والدام بتاحت في دور الارضي والعجل قصر الراجل لما دبح ومتمكنش منه حلو فالعجل يساب فدخل دخل على الناس جوه